تعمل دبلوماسية دول حلف شمال الأطلسي بقوة لاستكمال قبول عضوية السويد في الحلف بعد أن وافقت تركيا على ضم فنلندا في إبرل الماضي العاصمة بروكسل استضافت اجتماعا رفيع المستوى هو الخامس للآلية المشتركة الدائمة المنشأة لعضوية الناتو بين تركيا والسويد وفنلندا أكد فيه الأمين العام للحلف يانسي ستولتنبرغ على إحراز تقدم في المحادثات بين الأطراف المجتمعة موضحا أن مظاهرات التنظيمات الإرهابية في السويد ضد تركيا والحلف تهدفوا لعرقالة عضوية ستوك هولم وتعطيل التعاون في مكافحة الإرهاب وإضعاف قوة الناتو اتفقنا جميعا في الاجتماع على أننا أحرزنا تقدما جيدا وأن العضوية الكاملة للسويد هي في المصلحة الأمنية لجميع الحلفاء نريد جميعا إكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن لقد رأينا مظاهرات ضد تركيا والناتو في السويد يريدون منع السويد من الانضمام إلى الناتو وتعطيل التعاون في مكافحة الإرهاب وإضعاف تحالفنا هنا داخل هذه القاعات التف أغلب دول أعضاء الناتو حول صوابية الموقف التركي تجاه طلب انضمام السويد للحلف ما لم تترجم بخطوات عملية لمكافحة الإرهاب كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على وجوب الوفاء حرفيا بمتطلبات الاتفاق الثلاثي المبرمي بين تركيا والسويد وفنلندا وإلا فالتغيرات التشريعية السويدية لا يبقى لها أي معنى بالنسبة لتركيا ربما هذه القمة لن تحظى السويد بالانضمام وربما في القمة القادمة إذا ما تقدمت السويد بتلبية استحقاقات التي طلبتها الحكومة التركية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب أن يتم حل المسألة ولكن في القمة القادمة لا أعتقد أن السويد ستحظى بالموافقة من قبل تركيا على الانضمام لحلف الناتو رغم ما وصفوه بتباين في المواقف إزاء المشهد الأوروبي الحالي قبل انعقاد قمة الناتو في لتوانيا التي يسبقها لقاء يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء السويدي إكريسترشون يرى مراقبون أن هذه الاجتماعات قد تكون نقطة تحول في ملف الأمن بالمنطقة خاصة في دول الجناح الشرقي للحلف في وقت يعول فيه قادة حلف الناتو على أن تساعد هذه الاجتماعات في جعل قمة فيلينيوس المقبلة نقطة تحول جديدة في المنطقة تجمع معظم دول الناتو على مشروعية مطالب تركيا بما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتهديدات التي توجهها باسل الطناني تيريتي عربي بروكسل